قدم السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا قدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لمملكة البحرين للسيد رفائل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بمقر المنظمة في مركز فيينا الدولي وأكد المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة على الدور المركزية الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مؤكدا على اهتمام مملكة البحرين البالغ ببرامج التعاون التي تقدمها الوكالة في إطار البرنامج القطري الموقع بين مملكة البحرين والوكالة للفترة 2024-2029 ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسفير معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمه الجديدة وأكد على تطلعه للمزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق أهداف الوكالة تطلعه للمزيد من التعاون